السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 عبنين ايه يا رب دمان تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنحلم على بعض نمازل كتاب المدرسة بتاع الهندسة لسنة تالتة اعدادي الترمي التاني ولذلك عاجزي المجاهد الموضوع كبير نحتاج منك جرد الفجد تعالى نبدأ على طول في اول امتحان من امتحانات كتاب المدرسة والسؤال الاول اختر الاجابة الصحيحة نمرة واحد الزاوية المحطية المرسومة على نص دايرة طبعا بتكون زاوية ايه زاوية قايمة زي ما اتفقنا في اي مسألة هندسة اول ما شوف الدايرة فيها قطر مرسوم فيها قطر لو في زاوية محطية مرسومة على القطر يبقى قايمة على طول السؤال التاني في الشكل المقابل ما ديك قياس القوس الف بيه ادي الف بيه او قياس وكام خمسين واضح او قدام ان انا عندي زاويتين مرسومتين على القوس دا واحدة مركزية اللي هي عند المركز الزاوية ميم وواحدة محيطية عشان راسها على ايه على محيط الدائرة يبقى المحيطية نص المركزية والمركزية قياسها بيساوي قياس القوس هو بقى عاوز انهي زاوية هو عاوز الف دال به اللي هي المحيطية يبقى نص قياس القوس طبعا بخمسة وعشرين نمرة ثلاثة، عدد محاور التماثل لأي دايرة ؟ عدد لانهائي من محاور التماثل انما ممكن يأتي لك سؤال يقول لك عدد محاور تماثل نص دايرة او ربع دايرة او تلت دايرة او تلت اربع دايرة اي جزء من الدايرة له محور واحد بس انما لو دايرة كاملة عضاها يبقى عدد لانهائي من محاور التماثل سؤال اللي بعدو بيقول لك إذا كان قياس زاوية الف Fire и nämlich meet قدامي ان انا عندي شكل رباعي مرسوم جوا دايرة لما اجي لك سؤال هندسة وقدامك مرسوم دايرة وجواها شكل رباعي الرؤوس اللي اربعة بتوعه على الدايرة على طول يبقى شكل رباعي دايري حتى لو ما قالش في السؤال ان دوت رباعي دايري يبقى هو تستنتج كده من الرسمة ان هو رباعي دايري يبقى عندنا خواص الشكل الرباعي الدائري اللي من ضمنهم ان كل زاويتين متقابلتين ايه متكاملتين يعني مجموعهم 180 زاوية 1120 يبقى قياس زاوية جيم هتبقى 60 عشان 60 و120 180 طيب نمرة خمسة اذا كان المستقيم مماسا للدائرة التي طول قطرها 8 سنتي خلي بالك بيقولك طول قطرها القطر احنا مناش دعوة بالقطر انا اللي يهمني طول نص القطر بيسوي كم اربعة سنتي فانه يبعد عن مركزها بمقدار كم سنتي بيقولك مماس هو المماس بيبعد عن المركز قد ايه يعني اصلا مماس اللي هو المستقيم اللي بيلمس الدائرة بيبعد عن مركزها نص القطر بالزبط يعني اربعة سنتي طيب السؤال نمرة ستة سطح الدائرة تقاطع سطح الدائرة بيساوي نقطة امتى دوات هو اصلا ايه الفرق بين الدائرة وسطح الدائرة خلينا اقولك دي كده الخط الاحمر ده هو الدائرة الخط الاحمر بس انما لما اقولك سطح الدائرة يبقى انا اصدع على الجزء ده كده كله يعني الخط الاحمر وكل اللي جواه ده كده كله هو سطح الدائرة فلما اقولك سطح دائرة تقاطع سطح دائرة تانية بيساوي نقطة واحدة بس يبقى دول اسمهم دائرتين متماستين من الخارج لازم يكون من الخارج عشان قل سطح دائرة طيب وبيقولك طول نصف قطر احدى هما 3 سنتي تعال مثلا نقول ان ده هي الدائرة ميم ودي هي الدائرة نون مثلا مثلا نصف القطر بتاع الدائرة ميم ده هي هو التلاتة سنتي وبيقولك ان ميم نون تمانية سنتي يعني المسافة من اول الميم لغاية النون دي كده كلها تمانية سنتي يبقى نصف قطر الدائرة التانية قد ايه ميم نون كله تمانية ونصف قطر اخت تلاتة هيتبقى ايه هيتبقى خمسة سنتي اللي جابان امرأة الف لان في حارت لما الدائرتين تكونوا متماستين من الخارج بيبقى ميم نون بيوساوي نق واحد زائد نق اثنين لو من الداخل يبقى نق واحد ناقص نق اثنين وهكذا اللي بعده اكمل مع البرهان اذا كان الشكل الرباعي دائريا فان كل زاوتين متقابلتين لسه ايلنها حالا متكاملتين البرهان بتاع النظريات سهل جدا البرهان برسم الشكل الف به جيم دال داخل دائرة ادي الدائرة و ادي الشكل الرباعي اللي مرسوم جوه دائرة اي شكل رباعي عجبك اسمه الف به جيم دال زاويتين متقابلتين اللي هم مثلا الف مع الزاوية جيم عاوزين نسبة انه هم متكاملتين يعني مجموعهم كام بيوساوي 180 درجة حلو الكلام اوي هي مش الزاوية به الف دال دية زاوية محيطية مظبوط مرسومة على القوس به جيم دال او به دال الاكبر اللي هو القوس ده كده كله طيب نفس الكلام برضو في زاوية جيم محيطية مرسومة على القوس به دال اللي هو القوس ده وزي ما احنا عارفين المحيطية بتساوي نص قياس القوس اللي مرسومة عليه ومجموع القوسين دول على بعض مش هي عبارة عن الدايرة كلها والدايرة كلها 360 درجة بالزبط كده يبقى نصر 360 180 احنا عاوزين نكتب الكلام ده في البرهان كده اول حاجة بما ان قياس الزاوية المحيطية به ألف دل بتساوي نص قياس القوس اللي هو به جيم دال به جيم دال او ممكن اقول به دال الاكبر هي هي هنسمي دي كده نمرأ واحد وكمان قياس الزاوية اللي هي به جيم دال بتساوي نص قياس القوس به دال هو ادام كتبنا به دال كده يبقى انا اصدع على الصغير مش على الكبير لو انا اصدع على الكبير كنت لازم اكتب الاكبر او اسميه بتلات رموز بدل رمزينك طيب هنسمي دي كده نمرأ اتنين مش انا عاوز اجيب مجموع الزاويتين دول خلاص بجمع واحد واثنين ينتج ان قياس به الف دال زائد قياس به جيم دال بيساوي نص قياس به جيم دال القوس به جيم دال زائد نص قياس القوس به دال هناخد النص عمل مشترك يعني نص افتح قوس قياس به جيم دال زائد قياس به دال طب ما هم القوسين دول على بعض عملين الدايرة كلها من اولها الاخيرها يعني بيساوي نص فيه التلتمية وستين بتاع الدايرة يعني بيساوي مية وتمانين درجة يبقى اذا كل زاويتين متقابلتين متكاملتين بس كده معلم هو ده البرهام بتاع النظرية السؤال اللي بعده بيقولك في الشكل المقابل عاوزين نسبة ان الشكل الف سين صاد جيم رباعي دائري هو قصده على الشكل اللي هو ده طيب عشان خاطر نسبة ان الشكل رباعي دائري محتاجين نسبة ان احنا عندنا زاويتين متقابلتين متكاملتين او ان عندي زاوية خارجة بتساوي الدخلة المقابلة للمجاورة لها تعالى نشوف احنا اصلا عندنا ايه في السؤال معطيات نقدر نستنتج ايه منها عندي الف به جيم مسلس مرسوم داخل دائرة به دال مماز يا سلام على المماز ادم عندك مماز ركز معا ادم في السؤال عندك مماز لازم حاجة من اتنين تكون موجودة لو عندك مع المماز نص قطر يبقى عمودي طب لو عندك وطر يبقى عندك زاوية ممازية على طول ما في عاش كلام بص بص كده اه دي مماز هوا يبقى اللي جنبها على طول ديت زاوية ممازية طب وبتبيع ايه بقى الزاوية الممازية بتساوي المحيطية اللي مشتركة معاها في القوس بص كده هي مرسومة على القوس الف به يبقى المحيطية اللي مشتركة معاها في الف به هي زاوية جيم بس زاوية دال به الف بتساوي قياس زاوية جيم وإيه كمان تعالى نكمل كده سين تنتمل الف به سين تنتمل به جيم كلام مرسومة حيثه سين صاد يوازي به دال أيوة كده ده اللعن بقى توازي ادم عندك توازي يبقى عندك تبادل او تناظر او تداخل بص كده هو مش التوازي اللي هنا اعمل لك حرف الزد او الله العظيم يبقى انا عندي ايه عندي تبادل يعني قياس زاوية دال به الف بتساوي قياس زاوية مين زاوية به سين صاد اللي هي الزاوية دي نرجع بقى للشكل الرباعي بتاعنا عندنا زاوية خارجة بتساوي الدخلة المقابلة للمجاورة لها بس خلص السؤال على كده نمشي مع الخطوات كده خطوة خطوة اول حاجة البرهان انا هبدأ بالزاوية المماثية بما ان قياس زاوية دال به الف المماثية تساوي قياس زاوية به جيم الف المحيطية المشتركة معها في القوس اللي اسمه الف به هسمي دي كده نمرة واحد اكيد هحتاجها بعد كده هدخل بقى على التوازي سين صاد يوازي به دال يبقى اذا قياس زاوية دال به الف هتساوي قياس زاوية به سين صاد بالتبادل من التوازي بتاع سنة أولى اعدادي هتلاحظ هنا ان انت عندك الزاوية دي هي هي نفس الزاوية دي وبالتالي الزاوية دل ايه متساوياتين بس كده همعلم هنسمي دي كده نمرة اتنين ونقول من واحد واثنين ينتج ان قياس زاوية به سين صاد اللي هي تعتبر الخارجة بتساوي قياس زاوية جيم اللي هي الدخلة المقابلة للمجاورة لها يبقى اذا الشكل ألف سين صاد جيم رباعي دائري سؤال البعض عاوز يجيب كل من سين وصاد وبيقول لك عندك هنا ان ألف جيم اللي في النص دوت طوله خمستاشر سنتي وطول ألف به اتنين سين ناقص ثلاثة وطول ألف دال صاد ناقص اتنين حلو أنا ملاحظة عندي في الدائرة الصغيرة عندي ممسين خارجين من نفس النقطة يبقى على طول بشكل مباشر دول متساويين في الطول نفس الكلام برضو في الدائرة الكبيرة هتلاحظ ان عندك ألف به مع ألف دال هم كمان متساويين في في الطول هناخدهم كده ايه دائرة دائرة ونقول البرهان يا السلام في الدائرة الصغراء بما أن ألف به وألف جيم ممسان للدائرة عند به وجيم يبقى إذن ألف به بيساوي ألف جيم ممسين خارجين من نفس النقطة يبقى متساويين في الطول على طول وبالتالي ألف به اللي هو مديني الطول بتاعه اتنين سين ناقص ثلاثة بيساوي ألف جيم اللي هو مدهوني بخمستاشر معادلة حل المعادلة ود النحية التانية يبقى اتنين سين بتساوي خمستاشر زائد تلاتة يعني اتنين سين بتساوي تمنتاشر عل اتنين يبقى السين بتساوي تسعة كده أنا جبت قيمة الايه السين ينقصني بقى مين ينقصني بقى الصاد هروح بقى على الدائرة الكبرى بما أن نفس البرهان بالظبط بس على الدائرة الكبيرة بقى خب الصغيرة هتلاحظ أن أنت عندك المماس الف به والف دال أو مماس للدائرة عند به ودال يبقى اذا الف به بيساوي الف دال هو مديني طول الف دال بكم بصاد نقص اتنين بيساوي الف به اللي هو أصلا بيساوي الف جيم يعني بيساوي خمستاشر ما هو الف به قدى الف جيم والف جيم بخمستاشر يبقى ده كمان بخمستاشر ودي بقى الاتنين نحة التانية يبقى الصاد بتساوي خمستاشر زائد اتنين يعني الصاد بتساوي سبعتاشر وكده بقى احنا جبنا قيمة الايه الصاد السؤال اللي بعده بيقولك اوجة قياس زاوية به دال جيم ادي به دال جيم هو قصده على الزاوية دي طيب وعاوز قياس القوس الف دال ماشي اثبت ان الف به يوازي جيم دال طيب نبدأ بالمطلوب الاولاني عاوزين نجيب قياس الزاوية دي وقياس القوس الف دال ده نشوف احنا عندنا ايه في السؤال ونقدر نحسب ايه انا عندي قطر هل عندي زاوية محوطية مرسومة على القطر مفيش دي جي واحد يقول لي مستر زاوية هيه مرسومة على القطر انا قلت محوطية يعني راس الزاوية يكون على الدايرة هيه في نص الدايرة يبقى دي مش محوطية طيب عندي زاوية بتلاتين اللي هي زاوية الف وملاحظ انها زاوية ايه زاوية محوطية يا السلام يبقى القوس اللي في وش الزاوية المحوطية قياسه على طول يبقى ستين ما هي المحطية نص قياس القوس هو بقى مديني ألف به ده عبارة عن قطر يعني ألف به كله عبارة عن نص دايرة يعني قياسه بمية وتمانين جيم به أخرت ستين هيتفضل قد إيه لألف جيم هيتبقى لها مية وعشرين طب ما هو ألف جيم مقسومة نصين يبقى كل نص منهم هياخد ستين بما أن زاوية به ده محطية مرسومة على القوس به جيم يبقى هتساوي نص قياس القوس هتساوي تلاتين درجة دي أول طريقة ممكن أحل بها الزاوية دي ولكن في طريقة تانية أسهل وأسرع من كده بكتير احنا أخذنا نظرية بتقول أن الزاوية المحطية المرسومة على نفس القوس متساوية في القياس فزاوية ألف وزاوية دال هم الاتنين مرسومين على القوس به جيم وبالتالي هم الاتنين بيساوي بعض بيساوي تلاتين بما أن قياس زاوية ألف بتساوي تلاتين درجة يبقى إذن قياس القوس اللي هو جيم به اللي في الشه يساوي ستين درجة وكمان قياس زاوية دال هتساوي تلاتين درجة زيها لأن هي مشتركة معها في القوس اللي هو جيم به طيب بما أن ألف به عبارة عن قطر في الديرة يبقى إذن قياس القوس ألف جيم كله بيساوي مية وتمانين هشيل منه ستين يساوي مية وعشرين بما أن دال منتصف القوس ألف جيم يعني دال بيقسم القوس ده نصين زي ما هو قال لي فيه المعطيات بالظبط بالنص إذن قياس القوس ألف دال اللي هو المطلوب بيساوي ستين درجة كده احنا خلصنا المطلوب الأولان المطلوب الثاني بيقول لك أثبت أن ألف به يوازي جيم دال عاود يثبت أن ده بيوازي ده وطرين متوازيين في الديرة إمتى لما يبقى القوسين اللي في اللجناب متسويين طب ما هم فعلا متسويين فهقول كده على طول بما أن قياس القوس ألف دال بيساوي قياس القوس به جيم بيساوي ستين درجة إذن دال جيم بيوازي ألف به بس خلص سؤال بعد اوجد قياس زاوية دال ميم ه قادي دال ميم ه هو عاوز يجيب الزاوية دي طيب ومنلاحظ أن أنا عندي منتصف بص يا معلم في أي دائرة عندك منتصف وطر يبقى عمودي على طول مش محتاجة كلام منتصف وطر يبقى عمودي على طول نفس الكلام في الوطر التاني هيبقى عمودي على طول وبالتالي عندك شكل رباعي فيه قياس ثلاث زاوية هتحسب الزاوية التالتة ازاي تلتمية وستين ناقص بقية الزاوية يلا بنا يا معلم البرهان أول حاجة بما أن ألف جيم وطر وصاد منتصف ألف جيم يبقى إذن ميم صاد عمودي على ألف جيم زي ما اتفقنا منتصف يبقى عمود ولو جالك سؤال فيه عمودي على وطر يبقى منتصف وطر مش محتاجة فقاقة يعني نفس الكلام هعمله في الوطر التاني بما أن ألف به وطر وصين منتصف ألف به يبقى إذن ميم صاد عمودي على ألف به طيب لما يبقى ميم صاد عمودي على ألف جيم هيبقى قياس زاوية ألف صاد ميم يساوي تسعين درجة ولما يبقى ميم صاد عمودي هيبقى قياس زاوية ألف صاد ميم بيساوي تسعين درجة بما أن مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعي الدخلة بتساوي تلتمية وستين درجة يبقى إذن قياس زاوية ده الميم هي اللي هو عاوزها تساوي تلتمية وستين هشيل منها السبعين والتسعين والتسعين تطلع بتساوي مية وعشرة درجة طيب مطلوبة تاني بيقولك أثبت أن سين دال يساوي صاد هه خد بقى لك من المطلوب دوت عشان ده مهم جدا وبتكرر كتير أو فيه اللي امتحاني عاوز يثبت أن الجزء اللي هو السين دال ده بيساوي صاد هه ده في الحالة دي لازم أثبت أن ده عمودي وده عمودي وهقولك لي دالوقتي لأنه هو بيقولي في السؤال أن ألف به وألف جيم وطران متساويان أدام عندك وطران متساويان يعني وطر بيساوي وطر يبقى البعد بيساوي البعد ميم سين تساوي ميم صاد بس عشان خاطر البعد يتسمى بعد لازم أنه هو يكون عمودي فلو جالك سؤال زي دوت وتلاقيت هم مش عمودي لازم تثبت أنه هم متعمدين الأول بعد كده تقول بما أن وطر يساوي وطر يبقى بعد بيساوي بعد طيب أنا خلاص أثبتت أنه هم متعمدين فروح على طول على النظرية اللي بتقولي بما أن وطر بيساوي وطر يبقى إذن البعد بيساوي بعد هسمي دي كده نمرة واحد أكيد أحتاجها خد بلك بقى مش أنا عندي ميم دال وميم هي عبارة عن أنصاف أكتر في الدايرة يبقى بما أن ميم دال بيساوي ميم هي بيساوي نص قطر ونسمي دي كده نمرة اثنين كل اللي أنا هعمله إن أنا عندي هنا بص يا معلم قادي نص قطر أنا هشيل منه الجزء ده هيتبقى الجزء اللي أنا عاوزه اللي فوق بس كده يبقى أنا هعمل إيه أنا عاوز أشيل ميم سين وميم صاد من ميم دال وميم هي يبقى كده أقول بطرح أو بحذف أي أن كان واحد اللي هم دول من اثنين اللي هم دول يبقى إذن يبقى سين دال بيساوي صاد هي بس كده احنا خلصنا السؤال السؤال اللي بعده اوجد قياس بهدال الأصغر آدي بهدال الآيه الأصغر طيب أنا نلاحظ أن أنا عندي وطرين متقاطعين خارج الدايرة أول ما تشوف المنظر ده كده هتطبق على طول التمرين المشهور اللي بيقول إيه بما أن الوطر اللي هو جيم به وعمل سهم كده تقاطع الوطر اللي هو ههدال وعمل سهم كده بيساوي افتح قوس مجموعة هم اللي اتنين بيتقابلوا عند النقطة ألف يبقى إذن قياس زاوية التقاطع اللي هي ألف بتساوي نص افتح قوس قياس القوس البعيد أو الكبير اللي هو هه جيم ناقص قياس القوس القريب اللي هو دال به اقفل القوس مديك هو قياس ألف بكام بتلاتين درجة بيساوي نص افتح قوس قياس هه جيم مدهولك بمية وعشرين ناقص قياس دال به هو اللي انا عايزه حط مكانه سين ما انا معرفش هو كام انا عايز احسيبه حط مكانه سين معادلة يا معلم حل المعادلة اول حاجة ما ينفعش ان انا اخرج حاجة من جوه القوس الا ما تخلص من النص ده الاول طب ازاي تخلص من النص هضرب هنا في اتنين وهنا كمان في اتنين فعلى طول النص هيترمع على الاتنين ويتبقى عندي هنا مية وعشرين ناقص سين بتساوي اتنين في تلاتين بستين هاخد المية وعشرين دي اودها النحية التانية بعكس الاشارة فهيتبقى عندي النحية دهية سالب سين بتساوي 60 ناقص المية وعشرين يعني بتساوي سالب 60 بيساوي سالب سين السالب هنا هيترمع السالب اللي هنا وبالتالي السين هتساوي 60 جبنا قيمة السين اللي هي اصلا كانت مين اللي هي اصلا كانت قياس القوس بهدال الاصغر بيساوي 60 درجة وماذا بعد بيقولك أثبت أن ألف به بيساوي ألف دال طيب هو مديني في السؤال أن عندي القوس دال هي بيساوي القوس بهجيم أستنتج من كده على طول أن أنا عندي بهجيم الوطر بيساوي دال هي الوطر حلو قوي لو أنا قدرت أن أنا أثبت أن ألف هي كله بيساوي ألف جيم كله يعني أثبت أن المسلس ألف جيم هيه ده هو متساوي السقين أقدر بكل بساطة أن أنا أشيل دال هيه من ألف هيه كله فهيتبقى لي الجزء اللي هو ألف دال نفس الكلام بره تحت هيتبقى لي ألف به يبقوا متساويين يبقى أنا اللي يهمني دلوقت أن أنا أثبت أن المسلس آلف جيم هيه متساوي السقين لو أنا أثبت أن الزاوية دي بتساوي الزاوية دي خلاص بقى المسلس متساوي السقين طب أثبتهم إزاي مش أنا عندي القوس ده بيساوي القوس ده دال هيه قد به جيم أه لو أنا زودت عليهم دال به هيبقى عند القوس به ده كله بيساوي القوس دال جيم ده كله وبالتالي الزاوية المحيطية المقابلة للقوسين دول متساويتين أنا مش فاهم حاجة يا مستر هقول لك دلوقتي بما أن دال هيه مش دال هيه بقى قياس القوس دال هي بيساوي قياس القوس به جيم وبإضافة قياس القوس دال به للطرفين يعني هزود دال به على دال هيه قادي دال هيه أهو هزود عليه دال به يدين القوس مين يدين القوس به هيبقى إزا قياس القوس به هيساوي قياس القوس أنا قوس بقى النحية التانية عندي به جيم هزود عليه دال به يدين القوس دال جيم حلو الكلام قوي طيب مش القوس اللي هو به ده هو الزاوية المحطية اللي مرسومة عليه هي زاوية جيم والقوس اللي هو ده الجيم ده هو الزاوية المحطية اللي مرسومة عليه هي زاوية هي يبقى بالتالي على طول أقول كده إذن قياس زاوية هي تساوي قياس زاوية جيم يبقى إذن المثلث اللي هو ألف جيم هي متساوي الساقين وألف جيم بيساوي ألف هي هسمي دي كده نمرة واحد لان انا احتاجها طيب نكمل بقى بما ان قياس القوس بهجيم بيساوي قياس القوس دال هه يبقى اذا بهجيم اللي هو الوطر بيساوي دال هه الوطر هسمي دي كده نمرة اتنين دلوقتي انا عاوز اطرح دول من دول يعني عاوز اشيل بهجيم من الف جيم وعاوز اشيل دال هه من الف هه معنى كده ان انا عاوز اقول كده بطرح اتنين من واحد ينتج ان الف به بيساوي الف دال بس كده احنا خلصنا السؤال اللي ما يعلم بيه لربنا ده سؤال اللي بعده عندنا ممسين للدايرة يعني على طول كده بشكل ماشر متساويين في الطول ما هو اي ممسين خارجين من نفس النقطة يبقى متساويين في الطول ثم الف به قد الف جيم حلوة الكلام قوي اثبت ان الف جيم ممس للدايرة المرة برؤوس المسلس الف به جيم ركز معايا اول لما يقول لك اثبت ان ممس لدايرة تمر برؤوس مسلس تعمل ايه فين هو الممس اللي هو عاوزه هو عاوز الف جيم ده ده يكون هو الممس يبقى الزاوية اللي جنب الممس تبقى زاوية ممسية والضلع التاني لو الف به ده هيبقى وطر في الدائرة والزاوية اللي مرسومة على الوطر ده اللي هي زاوية دال ده تبقى محيطية مالها الممسية تساوي المحيطية يبقى الشغلانة بتاعتي كلها اللي انا عاوز اثبت ان زاوية دال بتساوي زاوية به ألف جيم عاوز اثبت ان دي بتساوي دي لو دي بقى تساوي دي يبقى خلاص بقى ألف جيم ممس للدايرة اللي بتمر برؤوس المسلس ألف به دال طيب نسبة بقى ازاي ان دول زاويتين متساوياتين تعال نشوف احنا عندنا ايه في السؤال مبدئيا كده انا عندي ممسات زي ما اتفقنا بما ان عندك ممس في الدايرة يبقى عندك حاجة من اتنين ي Realm نص قطرة عمودي على الممس ي Realm عندك زاوية ممسية فانا ملاحظ بما ان عندي دوت كده ممس يبقى الزاوية دي اللي هي الممسية بتساوي المحيطية اللي مشتركة معها في القوس اللي هي زاوية جيم خد عندك كمان انا عندي ألف به بيساوي ألف جيم يبقى المسلس دوت متساوي السقين وقياس زاوية ألف به جيم بتساوي زاوية جيم أنا أقدر أثبت تشابه المسلسين دول على فكرة أنا ممكن أحل السؤال دهوت بأكتر من طريقة وأنا داخل دماغي قوي أن أنا أثبت أن المسلس دهوت بيشابه المسلس ده مش فاكرة تشابه مسلسين تشابه بعض لو عندك مسلسين فيهم زويتين قد زويتين يبقى متشابهين على طول يبقى كل الزوايا متساوية بقى وفعلا أنا عندي دوت مسلس من رساوي السقين وده كمان متساوية السقين وزوايا القاعدة كلها متساوية يبقى دون مسلسين متشابهين وبالتالي زويت الرأس بتساوي زويت الرأس نعمل بقى الكلام ده أول حاجة بما أن دال ألف ودال به ممسان للدائرة ميم إذن دال ألف بيساوي دال به والمسلس دال به ألف متساوي السقين إذن قياس زويت دال ألف به بيساوي قياس زويت دال به ألف بما أن أدخل بقى على المسلس التاني ألف به بيساوي ألف جيم يبقى إذن قياس زويت ألف به جيم بيساوي قياس زويت ألف جيم به طيب تعال بقى نسبة تشابه المسلسين بما أن المسلس دال به ألف و المسلس ألف به جيم فيهما رقم واحد قياس زوية دال ألف به الممسية بتساوي قياس زوية دال ألف به الممسية بتساوي قياس زوية ألف جيم به المحيطية المشتركة معها في القوس اللي هو ألف به بما أن المسلسين هم الاتنين متساوي السقين و عند زوية هنا تساوي زوية هنا يبقى إذن على طول المسلس دال به ألف يشابه المسلس ألف به جيم إذن من تشابه المسلسين قياس زوية الرأس دال هتساوي قياس زوية الرأس ألف يبقى إذن على طول ألف جيم مماس للدائرة المارة برؤوس المثلث ألف به دال بس كده احنا حلنا السؤال ممكن انت بقى ايه تحله بأي طريقة مختلفة المهم ان انت تثبت ان انت عندك زاوية دال ده ايه قد زاوية به ألف جيم ده يبقى على طول دوة مماس للدائرة اللي بتمر برؤوس المثلث ده السؤال اللي بعده بيقولك اوجد قياس به ههدال ادي به ههدال عاوز قياس الزاوية اللي هي الزاوية دي هي محيطية طيب تمام محيطية محيطية بيقولك بقى ايه جيم منتصف ألف به جيم ده هي منتصف ألف به وبالتالي عمودي ما احنا اتفقنا وطر منتصف يبقى عمودي طب لو عمودي يبقى منتصف على طول ومدي قياس زاوية ميم ألف به اللي هي الزاوية دي بكام بعشرين درجة طيب اوجد قياس زاوية به ههدال اللي هي الزاوية دي زا ما اتفقنا وعاوز كمان قياس القوس ألف دال به ألف دال به اللي هو القوس اللي تحت ده طيب ماشي متيالي لو احنا رسمنا ميم به السؤال هيكون أبسط وأسهل بكتير شمعنا عشان أنا عندي ألف ميم وميم به هما الاتنين أنصف أكتار يعني متساويين في الطول يبقى المسلس اللي هو ألف ميم به المسلس ده متساوي الساقين يبقى زاوية القاعدة متساوية بعشرين يبقى زاوية الرأس هتساوي مية وأربعين درجة والزاوية دي هي زاوية مركزية مقابلة للقوس ألف به يبقى القوس ألف به هو كمان مية وأربعين ومش كده وبس ده كمان ميم دال هيقسم زاوية الرأس نصين يعني هتلاقي زاوية دال ميم به المركزية بسبعين درجة وبالتالي المحيطية اللي مشتركة معاها في نفس القوس اللي هو دال به خمسة وتلاتين درجة طبعا أنا عارف إن الكلام دوت بيلخف الناس كتير جدا 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 ولكن هو الفكرة كلها إن إحنا بس هنرسم مين ميم به نشيل بقى كل الكلام ده كده مع بعض عشان نروأ الدنيا أول حاجة كده قبل ما حل كده العمل نرسم ميم به يلا بينا نرسم ميم به نسبة بقى أن المسلس ده متساوي الساقين البرهان بما أن ميم ألف بيساوي ميم به بيساوي نص القطر يبقى إذن المسلس ميم ألف به متساوي الساقين أنا عندي قياس الزاوية دي كام زي ما اتفقنا بعشرين درجة يبقى إذن قياس زاوية ألف ميم به اللي زاوية الرأس بتاع المسلس هتساوي المية وتمانين بتاع المسلس كله هشيل منه الزاويتين بتوع القاعدة اللي هم عشرين وعشرين يعني هتساوي مية وأربعين درجة كده احنا جيبنا زاوية الايه زاوية الرأس يبقى إذن قياس القوس اللي في وش الزاوية المركزية اللي هو ألف به أو تعالى نسميه ألف دال به زي ما هو سماه برضو هنا في السؤال هيساوي مية وأربعين درجة وكده يبقى إحنا خلاص حسبنا القوس ده عاوزي بقى نجيب الزاوية دي تعالى نجيب قياس منتصف زاوية الرأس بس الأول لازم نثبت إن أنا عندي ميم دال ده هو بينصف أصلا زاوية الرأس من قواصر مسلس متساوي السقين إن منصف القاعدة بينصف الرأس بما أن زي ما قال لي جيم منتصف ألف به إذن ميم جيم اعمل ساهم كده ينصف زاوية ألف ميم به وبالتالي قياس زاوية دال ميم به المركزية بيساوي سبعين درجة نصف المية وأربعين وبالتالي إذن قياس زاوية به هه دال المحيطية بيساوي خمسة وثلاثين درجة بس كده احنا خلاص خلصنا السؤال ده ندخل بقى على النموذج التاني أول سؤال اختر الإجابة الصحيحة قياس القوس الذي يمثل نصف قياس الدائرة نصف دائرة يبقى مية وتمانين عدد الممسات المشتركة لدائرتين متمستين من الخارج يساوي كام متمستين من الخارج آدي دائرة وآدي كمان دائرة دول دائرتين متمستين من الخارج آدي مماس وآدي مماس وآدي كمان مماس ثلاث ممسات الممس اللي في النص دوت بنسميه ممس داخلي ومممسين اللي بره اسموه ممسات خارجية ده داخلي وده خارجي عندنا واحد داخلي واثنين خارجي يبقى كلهم على بعض ثلاث ممسات قياس الزاوية المحطية المرسومة في النص دايرة زي ما اتفقنا قيمة 90 درجة الزاوية الممسية هي زاوية محصورة بين ادام اسمها ممسية يبقى لازم يكون فيها ممس يبقى يئمة به يئمة جيم لكن هي عبارة عن وطر وايه وما مايز الف به جيم ده لشكل رباعي دائري فيه قياس الف بستين يبقى جيم بكام مش احنا اتفقنا ان كل زاويتين متقابلتين متكاملتين مجموعهم 180 طيب مش الف وجيم زاويتين متقابلتين مظبوط مجموعهم 180 الف خدد ستين هيتبقى الجيم قد ايه 120 نمرة ستة دائرتان ممونومة ممسيتين من الداخل طولة نصفي قطريهمة خمسة وتسعة يبقى ممونوم كام لسه اللينا في النموذج اللي فات لما يكونوا متمسيتين من الداخل يبقى ممونوم بيساوي نق واحد نقص نق اتنين اطرح اللي اتنين دول مبعد تسعة نقص خمسة يتبقى اربعة يلا السؤال اللي بعد اسبت ان دالسين تساوي صدهه نفس السؤال اللي احنا حلناه في النموذج اللي فات بس دوت اصغر منه اسهل واسرع ليه؟ لانه هو هنا اصلا مدهم لك متعمدين يبقى هو وفر عليك قطوة التعامل زي ما اتفقنا في السؤال اللي من النوع ده لو مش عمودي لازم تثبت ان هو عمودي لكن هو هنا في السؤال عمودي يبقى على طول اقول بما ان الف به وطر بيساوي الف جيم وطر يبقى اذا ميم دال بعد يساوي ميم هيه بعد تاني وطر بيساوي وطر يبقى بعد بيساوي بعد وعندي كمان بما ان ميم سين بتساوي ميم صد بيساوي نص قطر ميم سين ميم صد انصف اقطار يعني قد بعض هسم ديت واحد وهسم ديت اتنين واقول كده بطرح واحد من اتنين ينتج ان اذا سين دال بتساوي صد هيه السؤال اللي بعده اثبت ان الشكل دوت رباعي دائري عشان خطر يكون الشكل رباعي دائري عاوزين زاويتين متقابلتين متكاملتين واضح قوي عندي هنا الزاوية جيم بستين يبقى انا بس عاوز اجيب قياس زاوية الف هتلاحظ ان الف موجودة في المسلس الف به دال اللي هو اصلا مثلس ايه متساوي السقين يبقى دية تلاتين يبقى لقصدها كمان تلاتين يبقى دية مية وعشرين بس خلص السؤال بما ان الف به بيساوي الف دال يبقى اذا قياس زاوية الف به دال بتساوي قياس زاوية الف دال به بيساوي تلاتين درجة بما ان مجموع قياسات زوايا المسلس الدخلة بتساوي مية وتمانين درجة يبقى اذا قياس زاوية الف هيساوي المية وتمانين بتاع المسلس كله هشيل منها الزاويتين التميين تلاتين وتلاتين يعني هتساوي مية وعشرين دلوقتي بقى عندي الف مية وعشرين تعال بقى نجمع كده قياس زاوية الف زايد قياس زاوية جيمي اللقصدها في الشكل الرباعي هتساوي 120 زائد 60 تساوي 180 أدم مجموع الزاويتين المتقابلتين 180 يبقى إذن الشكل ألف به جيم ده الرباعي دائري اللي بعده أذكر حالتين يكون فيهما الشكل الرباعي دائريا يا السلام رقم واحد كل زاويتين متقابلتين متكاملتين اللي احنا شرحناها من شوية وشبعنا منها نمرة اتنين كل زاوية خارجة بتساوي أو خلينا نكتبها كده تساوي الداخلة المقابلة للمجاورة لها نمرة ثلاثة بقى وذي اللي احنا مقلناهاش كل زاويتين مرسومتين على نفس القاعدة وفي جهة واحدة منها تكونان متساويتان للي مش فاكر الخاصية التالتة دهية ادي يا عم الحاجة هو شكل رباعي دائريا تمام لو رسمت القطر دوت كده والقطر دوت كده يبقى عندي الزاوية دي والزاوية دي هم اللي اتنين مرسومين على القاعدة واحدة وهم اللي اتنين في نفس النحية ادامة عندي الزاوية دي بتساوي الزاوية دي بداوة رباعي دائري او ممكن نقول مثلا الزاوية دي مع الزاوية دي هما الاتنين مرسومين على قاعدة واحدة أو ممكن نقول الزاوية دي مع الزاوية دي وهكذا دي هي القصية طبعا انت هتكتب اتنين بس من دول ولو عاوز نصيحتي خليك مع الاتنين السهلين اللي هما كل زاويةين متقابلتين متكاملتين وكل زاوية خرجت وساويت دخلها المقابلة للمجاورة لها بس كده السؤال اللي بعده أثبت أن ألف به جيم دال ده رباعي دائري طيب هو مديني ايه به جيم مماس زي ما اتفقنا مماس يبقى زاوية مماسية حلوة أوي الكلام ده ثانية واحدة فين الزاوية المماسية أهيه دي هي الزاوية المماسية مرسومة على القص اللي هو به به ده الزاوية المحطية اللي مرسومة على به اللي هي الزاوية دي به ألف جيم دول كده متساويتين وبيقول لك بقى ايه كمان بيقول لك انه منتصف به يا السلام منتصف به يبقى القص به بيساوي هيه وبالتالي الزاويتين المحطيتين اللقصات القصين المتساويين هما الاتنين كمان ايه متساويتين ركز بقى كده بقى عندي زاوية وزاوية هما الاتنين على نفس القاعدة يبقى دوت شكل رباعي دائري تعال بقى نكتب الكلام ده هنبدأ من اين هنبدأ من اول الزاوية المماثية البرها بما ان قياس زاوية جيم به المماثية بتساوي قياس زاوية به ألف ه المحيطية سمي دي كده نمرة واحد وبما ان ه منتصف به واو يبقى اذا قياس القوس به ه هيوساوي قياس القوس ه واو وبالتالي الزاوية المحيطية اللي مرسومة عليهم يبقى قياس زاوية به ألف ه بتساوي قياس ه ألف و كده انا اثبت ان انا عندي الزاوية دي قد الزاوية دي وان الزاوية دي قد الزاوية دي وبالتالي استنتج من ده كله ان انا عندي الزاويتين دول زاويتين ايه متساوياتين يعني هسمي دي كده نمرة اتنين واقول كده من واحد واثنين ينتج ان قياس زاوية جيم به دل بتساوي قياس جيم ألف دال وهما مشتركتان أو ممكن مرسومتان على جيم دال وفي جهة واحدة منها اللي هي الخاصية بتاعة الشكل الرباعي الدائري بكتبها إذن الشكل ألف به جيم دال رباعي دائري اوجد محيط المثلث ألف به جيم الكبير دي كلها عبارة عن ممسات يبقى أنا عندي ألف دال قد ألف واو بكام بخمسة سنتي نفس الكلام برضو هنا جيم هيه بتلاتة سنتي ونفس الكلام به دال باربعة سنتي هنجمع كل الكلام دا وتيدينا محيط المثلث ألف به جيم طيب البرهان بتاع عمل إزاي يلا بينا البرهان سهل جدا بما أن ألف دال وألف واو اللي فوق مما سان للدائرة ميم عند دال وواو إذن ألف دال بيساوي ألف واو بيساوي خمسة سنتي هنعمل نفس الكلام برضو فيه به دال وبه هيه ونفس الكلام برضو في جيم واو وجيم هيه فبدل معيد نفس البرهان تاني مع أنه هو هو نفس البرهان بالزبط الفرق في الرموز مش أكتر فأقدر أقول بالمثل على طول كده به دال يساوي به هيه يساوي أربعة سنتي وبالمثل كمان مرة جيم هيه بيساوي جيم واو بيساوي تلاتة سنتي إمتى أقدر في البرهان أستعمل كلمة بالمثل دي لو عندي خطوتين في البرهان هما اللي اتنين زي بعدي تيبكا مفيش أي فرق الفرق بس مجرد رموز أقدر أستعمل بالمثل دي عشان أوفر على نفسي وقت يبقى إذن محيط المثلث ألف به جيم هيه يساوي جمع بقى عندنا خمسة زائد خمسة زائد أربعة زائد أربعة زائد تلاتة زائد تلاتة عندنا هنا عشرة وطمنتاشر وعليهم ستة يعني بيساوي أربعة وعشرين سنتيمتر اللي بعد برهن أن الشكل دال هه به جيم ده رباع دائري تعال نشوف عندنا إيه ألف وو مماس زي ما اتفقنا مماس يبقى زاوية مماسية دي هه مماسية هيه مرسومة على ألف به يبقى المحيطية اللي على ألف به اللي هي زاوية جيم بتساويها وعندنا توازي وبالتالي زاوية واو ألف به بتساوي زاوية ألف هيه دا بالتبادل حرف الز ده هو والله العظيم قدامه بس خلاص وكده بقى عندنا زاوية خارجة بتساوي الدخلة المقابلة للمجاورة عليها سؤال بالضبط تبيكل زي اللي احنا حلناه فيه اللي بتحني اللي فان نعيده برضو كده مع بعض بسرعة نقول بما أن قياس زاوية وو ألف به المماسية بتساوي قياس زاوية المحيطية وسمي دي كده نمرة واحد بما أن ألف وو بيوازي دال يبقى إذن قياس زاوية وو ألف به بيساوي قياس زاوية ألف دال بالتبادل هنسمي دي كده نمرة اتنين لأن أنا عندي الزاوية دي هي هي نفس الزاوية دي فهستنتج أن دول هم كمان متساويين فقول كده من واحد واثنين ينتج أن قياس زاوية ألف هه دال اللي يتعتبر الخارجة بتساوي قياس زاوية به جيم دال اللي يتعتبر الدخل المقابلة للمجاورة لها يبقى إذن الشكل اللي اسمه دال هه به جيم رباعي دائري اللي بعد أثبت أن جيم به بيساوي جيم هه عاوز يثبت أن ده بيساوي ده طيب عاوز وطر يساوي وطر لو أثبت أن الزاوية بتساوي الزاوية خلاص طيب تعال نسوف نحسبهم إزاي مبدئيا كده واضح قدامي دايرة مرسومة وجوة دايرة شكل رباعي يبقى رباعي دائري مش محتاجة حتى أنه يقول في السؤال أن دوت رباعي دائري هو أدم مرسوم دائرة وفيها شكل مرسوم رباعي يبقى رباعي دائري أستنتج على طول أن دا كده زاويتين متقابلتين متكاملتين ديت 125 فهيتبقى للتانية 55 حلو عندي ممسات وبالتالي الزاوية الممسية بتساوي المحيطية المشتركة معها في القوس بتساوي 55 برضو جبت من 55 ما هو عندي هنا ممسين متساويين وزاوية الرأس 70 فهيتبقى هنا 55 و55 تعال نمشي مع الكلام ده كده خطوة خطوة نبدأ من عند الممسين يلا بما أن ألف به وألف جيم ممسان للدائرة عنده به وجيم إذن ألف به بيساوي ألف جيم والمثلث ألف به جيم متساوي الساقي يبقى إذن قياس زاوية ألف جيم به الممسية بتساوي المثلث كله 180 درجة هشيل منه زاوية الرأس 70 وأقسم الناتج على 2 عشان يديني زوايا القاعدة هتلاقيه بيساوي 55 درجة يبقى يبقى قياس زاوية جيم به المحيطية بتساوي 55 درجة كده أنا جبت دية 55 ودي 55 نقول بقى بما أن الشكل اللي هو دال جيم به رباعي دائري إذن قياس زاوية به مش به بقى لازم أقول إن هي جيم به بتساوي 180 ناقص الزاوية اللي أقصدها 125 تديني 55 بما أن قياس زاوية جيم به به بتساوي قياس زاوية به به جيم إذن المثلث جيم به به متساوي الساقي وجيم به بيساوي جيم ه ده كده خلصنا المطلوب الأول المطلوب الثاني عاوز يثبت إن ألف جيم يوازي به عاوزين نثبت إن ده بيوازي ده عشان نسبة التوازي لازم نجيب يأما تبادل يأما تناظر يأما تداخل طب ما هنا خلاص حسبت الزاوية دي كده بخمسة وخمسين تمه تبادله الزاوية دي مع الزاوية دي تبادله لا مش تبادل أو والله العظيم أقول كده بما أن قياس زاوية ألف جيم به تساوي قياس زاوية جيم به بتساوي خمسة وخمسين وهما متبادلتان أو وهما في وضع تبادل إذن ألف جيم يوازي به بس كده معنا ندخل بقى على النموذج التالت اللي هو نموذج الطلاب المدمجين يعني بيكون نموذج كده سهل يعني وسريع نحلم بعض كده أول سؤال أكمل أكبر الأوطار طولا في الدائرة يسمى طبعا القطرة أكبر هو القطر المستقيم المار بمركز الدائرة وبمنتصف وطر فيها يكون زي ما اتفقنا منتصف وطر يبقى عموديا على الوطر اللي بعده القطعتان المرسومتان ممستان مرسومتان من نقطة قارج دائرة ممستين خارجين من نفس النقطة يكون متساويان في الطول في الشكل المقابل طول ميم دال بكام ميم دال اللي هو الحتة دي كده بكام طيب هو مديني ألف به كله بتمانية طيب ما عندي عمودي على الوطر يا جدع عمودي على الوطر يبقى بينصف الوطر يبقى دال به الحتة الصغيرة دي كده بكام باربعة سنتي مش ده كده مصلص قائم آه هنحسب ميم دال بفيساغورس يبقى ميم دال بتساوي جزر الوطر تربيع ناقص الضلع التاني تربيع تطلع معاك بتساوي ثلاثة سنتيمتر سؤال اللي بعده يوجد للدائرة عدد نقط من محاور التماسل لانهائي زي ما اتفقنا دائرة لها عدد لانهائي من محاور التماسل انما اي جزء من الدائرة يعني نص دائرة ربع دائرة تمن دائرة عشر دائرة يبقى محاور التماسل واحد بس نمرة ستة اذا كان الف جيم قطرا في الدائرة فان قياس القص الف جيم 180 نص دائرة ما هو قطر القطر بيقسم دائرة نصين يبقى القص الف جيم نص دائرة 180 درجة لبعد اختر الاجابة الصحيحة نمرة واحد اذا كانت النقطة الف تنتمي لدائرة ميم التي طول قطرها ستة ركز معايا طول قطرها يبقى نق لو نص القطر ثلاثة سنتي فان ميم الف ميم اللي هو المركز والف اللي هي النقطة اللي على الدائرة يبقى ميم الف بالضبط نص قطر يعني ثلاثة سنتي في الشكل المقابل ده قياس الف جيم به محيطية نص المركزية باربعين درجة لبعده عدد الممسات المشترقة لدائرتين متباعدتين هو كام دائرتين متباعدتين ادي دائرة وادي كمان دائرة ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة اتنين داخلي واتنين خارجي كلهم على بعض اربع ممسات الشكل المقابل عاوز جيب طول بهجيم اللي هو الوطر ده عايز طوله كام طيب انا عندي ممسين خارجين من نفس النقطة بهم اللي اتنين ايه متسويين يبقى دوة مسلس اسمه مسلس ايه متساوي السقين واي مسلس متساوي السقين فيه زاوية ستين يبقى على طول متساوي الاضلاع يبقى الاضلاع كلها قد بعضها بكام بخمسة صنطي اللي بعض نمرة خمسة عرض الدوائر التي يمكن رسمها وتمر بطرفي قطعة المستقيمة الف به يساوي عدد لا نهائي من الدوائر زي ما اتفقنا اقدر ارسم كام دايرة تمر بنقطة عدد لا نهائي اقدر ارسم كام دايرة تمر بنقطتين اللي هم طرفي قطعة مستقيمة ما هي هي يعني نقطتين عدد لا نهائي برضو اقدر ارسم كام دايرة تمر بثلاث نقط ليست على استقامة واحدة تيرة واحدة طب أقدر أرسم كام دايرة تمر بثلاث نقاط على استقامة واحدة سفر ولا دايرة ما أقدرش أرسم دايرة تمر بثلاث نقاط على استقامة واحدة لازم يكونوا ليسوا على استقامة واحدة عشان قاطر يكون دايرة واحدة سؤال اللي بعده عاوز قياس زاوية ألف ههجيم احنا خدنا في سؤال قبل كده لما الوطرين يتقطعوا خارج الدايرة يبقى زاوية التقاطع بتساوي نص القوس البعيد نقص القريب هنا بقى الوطرين تقطعوا جوة دايرة يبقى قياس زاوية التقاطع بيساوي نص افتح قوس مجموع القوسين خمسين زائد مية يعني مية وخمسين نصهم كام خمسة وسبعين سؤال اللي بعده ضع علامة صح أو خطأ ميم ونون دايرتين متمستين من الخارج طولة نصفي قطريهمة بالترتيب خمسة وثلاثة فإن ميم نون خمستاشر طبعا لو كانوا متمستين من الخارج يبقى ميم نون بيساوي مجموع أنصاف الأقطار نق واحد زائد نق اثنين خمسة زائد ثلاثة تمانية مش خمستاشر يبقى طبعا أول واحدة غلط اللي بعده في الشكل المقابل ألف به بيساوي جيم دال وطر بيساوي وطر يبقى البعد بيساوي البعد فإذا كان ميم هيه بتلاتة فإن ميم واو بتلاتة مظبوط الشك ألف به جيم دال يكون رباعيا دائريا إذا كان ألف زائد جيم تسعين لا ألف وجيم زاويتين متقابلتين مجموعهم مية وتمانين مش تسعين يبقى غلط نمر أربعة في الشكل المقابل قياس القوس ألف جيم مية آه زاوية محيطية يبقى القوس أدها مرتين بمية مظبوط سؤال اللي بعده قياس ألف به القوس ده زائد قياس جيم دال اللي تحت بيساوي تلتميت درجة والله تعالى نشوف أنا عندي الزاوية دي بستين يبقى القوس اللي في وشها مية وعشرين عندي وطر بيوازي وطر يبقى القوس التاني هو كمان مية وعشرين مية وعشرين زائد مية وعشرين ميتين واربعين الديرة كلها تلتمية وستين هو تلتمية وستين لما شيل منها ميتين واربعين هتديني تلتمية مستحيل يبقى غلط سؤال اللي بعده محيط المسلس ألف به جيم تسعة سنتي زي ما اتفقنا هنا أربعة يبقى دي أربعة وهنا تلاتة وهنا اتنين جمع كده عندنا أربعة تمانية وستة تمنتاشر يبقى طبعا ايه غلط سؤال اللي بعده وصل يا معلم قياس الزاوية المحيطية اللي مرسومة في نص دايرة قايمة بتسعين اهي التسعين اهيه نكتب جنبها واحد في الشكل المقابل قياس ألف بكام قياس زاوية ألف على فكرة دا شكل كده رباعي دائري اهو رباعي مرسوم في دايرة يبقى رباعي دائري على طول يبقى الدخلة بتساوي الخارجة ها بتساوي مية وتلاتين ادي نمرة اثنين في الشكل المقابل به دا دا مماس للدائرة عنده به عاوز قياس زاوية ألف وعاوز ألف دي صح؟ انا عارف بما ان عندي مماس يبقى عندي زاوية مماسية بس المماسية اللي هي الزاوية دي وهو مش مديني الزاوية دي دا مديني دال بهجيم كلها بمية واربعين واصلا اصلا زاوية ألف دا هي مرسومة على بهجيم يبقى لازم اطول المماسي الناحية التانية عشان يبقى عندي الزاوية المماسية اللي مرسومة على نفس القوص بتاعي زاوية ألف طب الزاوية دي تقياسها كام؟ انا عندي دا كده كله مستقيم بمية وتمانين ودي مية واربعين يبقى ايدي كمان أربعين يبقى دي جات زيها أربعين فين أربعين اهي ادي نمرة تلاتة اربعة طول نصف قطر الدائرة المارة برؤوس مسلس قائم الزاوية طول وطره عشرة سنتي يساوي كام سنتي احنا اخدنا في درس تعيين الدائرة ان الدائرة اللي بتمر برؤوس مسلس قائم بيبقى مركزها في منتصف الوطر يعني وطر المسلس القائم هو قطر الدائرة يبقى نص الوطر هو هو نص الايه؟ نص القطر بتاعي الدائرة الوطر عندك بعشرة نصه بخمسة يبقى نص القطر خمسة يبقى دي كده نمرة أربعة السؤال اللي بعده عندك المسلس ألف ميم به المتساوي الأضلاعي وعندك ميم جيم مماس يبقى قياس زاوية ألف به جيم اللي هي الممسية طبعا أنا عارف ان الممسية قد المحيطية بس ما عنديش محيطية ده أنا عندي زاوية مركزية قياسها ستين يبقى الممسية هتبقى نص المركزية بكام بتلاتين يبقى تلاتين دي هي نمرة خمسة والنسبة بين قياسي الزاويتين المركزية والمحيطية طبعا المحيطية نص المركزية يبقى المركزية اتنين الى واحد اللي هي النسبة دي هي نمرة ستة وكده نكون خلاص خلصنا حل نماذج كتاب المدرسة على الهندسة لسنة تالتة عدالة تلمي التاني اتمنى كان الفيديو خفيف لطيف صريفة لنا جميعا لو انت فهمت اي حاجة رد الجميل باللايك الجميل واكد تشتركوا في القناة وشتركوا في الكتاب سبحانك العلم من انا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم والسلام عليكم